موسيقى 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 السلام عليكم شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم في القناة ايوه كان شي ولية جاي في الطريق شي بنيتها جاية في الطريق تقولوا علش تنسقصي حيث الموضوع ديال اليوم هو بعض المستلزمات اللي كنت مترددها في اقتناءها لكن بعد ما اشتريتها او استعملتها مرة وجوش ما اندمتش عليها وبالتالي حبيت نشاركها معاكم اول حاجة غادي نبدأ بها هاي هاد المونيتور مشي بطرورة يكون بالكاميرا اللي تيصلح بالزف في البيت اللي فيه الطبقة او لحتفش ينتقل الطفل من الغرفة الام الى الغرفة الخاصة بيه وممكن فاشي يكبر الطفل تستعملوه في الغرفة ديال اللاعب دياله ثم كين هاد الاب بومب اللي تتعد بالزفلة كانت الام عندها مشاكل في الرضاعة او الام سيداتها تشتاغل او حتى إلا كانت ربت بيت فالام صفة عامة في الاسابيع الاولى من الولادة تتكون محتاجة لقصد قصد كبير من النوم والراحة فلا بأس الى استعملاتها وخلت زوجها او الام ديالها يردعو الرضيع في مكانها ممكن يبانوا هاد الصباعيات مش مهم اني نشاركوهم معاكم ولكن بالنسبة لي كانوا شي حاجة مهمة اني نستعملوه في البداية بحيث اننا تنعرفوا بان البيبي فالشداد تكون صعيب نقلموه الاظافر دياله باستمرار ولو يكون نائم فهاد الصباعيات او الكلوس بحيث انه ما تخليوه لبيبي يقمش او يجرح وجهه اما بالنسبة لهاد الحليب فكلامي سيكون موجه للامهات اللي ساكنت في كندا او امريكا حيث هاد الحليب هو لمحك كوركلاند ديال كوسكو وتنعرف انه بالسف ديالامهات كانوا متغددين انهم يستعملو هاد الحليب وانا منهم لكني استعملتو ماندم تشالي بحيث انه وافق اطفالي ومسبب له مش لكوليكس اي الغازات زائد انه بثمن معقول مقارنة مع المركز الاخرى اما بالنسبة لهاد اللي بيبغم بلايتكس فانا تنصحكم بهم الصراحة رائعين الى لاحطوا حتى الشكل ديالهم فهو تساعد على ترضيع فضعيات مختلفة زائد انهم تتنضفوا بسهولة وكين هاد الوكوستان الخاص بالرضاعة فهو عملي جدا بحيث انه تسهل على الام الرضاعة زائد ان المرأة الحامل ممكن تستعملو في النوم حيث معروف انه في الاشهر الاخيرة من الحامل تكون صعب على المرأة الحامل انها تلقى وضعية مريحة للنوم وما ننسوش طبعا ممكن استعماله فاشيكو الباباعد بادي يتعلم يجلس فهو تحمي الطفل واخيرا هاد الكارسيت كافر فهو ضروري تقتني وهي لا ممكن حيث تعملوا واحد درجة كبيرة فصل الخريف والشتاء وهو تكون منه نوعين واحد اللي هو سميك شوية الفصل الشتاء ووحد تكون شوية خفيف الفصل الخريف اردوا البل هاد المسألة ومعروف بانه الناس في الخارج جو الاماكين تكون فيها الشفاج وبالتالي بالنسبة لتجربتي انا الميعطف ماشي عمالي بتاتا مع رضي حديث الولادة ان شاء الله الفيديو دليوم يكون الاعجاب ديالكم ولا اعجبكم ما تبخلوش عليها باللايكات وما تننسوش تنضموا القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دايما الجديد يلا باي باي